السلام عليكم ومرحبا بكم ناس جيسكا تجور مع خبار شبيبت قبائل هل توافق الرأي أن المشكل ماشي في المدرب والمشكل أعمق من ذلك أم المدرب عمراني لم يجد الحلول شاهدوا اللقطة اللي انفرد بها مواقي وجها وجه شيباك فارغة ولم يسجلها تقدر من الموقف هذا تحلل كل شيء المهم وهل عمراني وجد الحل في ولد حمو لأن الكثير أجيب بهذا اللعب لايك على الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق في الفيديو هذا أحبنا نشارك جمهور تعنا وشفنا جدا تعليق وردود أفعال حول المباراة التي شارت البارحة في لاكوب رغم الفوز لأن الجمهور لم يقتنع بأي لعب لم يقتنع تقريبا ما يقتنع بحتى اللعب وحتى لم يقتنع بالمدرب عمراني نظرا أنهم شافوا اللعبين منهارين بدانيا ولا تاكتيك ولا خطة ربما لم يعجبهم أي شيء قال لك المشكلة اللي يعلق بصحكة اللي المشكلة راهو ماشي فيه المدرب عمراني أو تاكتيك دوجوتاهو قال لك المشكل راه من الداخل يعرفه غير اللاعبين والتاقم ربما عمراني على بل وشكين وعلى حسب برودة هذي اللاعبين قال لك هذا الكومنتر قد نقرأ فيه فقط المشكلة المعمق وكبير على ما يتصور المناصر ربي يجيب الخير إن شاء الله وتهياء شبيبة دي ما في القلب وقدم على حد تعبير المناصر قال لكم بلي المشكلة راهو ماشي في المدرب عندما ترى لقطة هذي تعم واقي يعني هنا راح يدخل عمراني في هذي صدقوني بلي هاشي باك فارغة لقطة صورة اليوم هذو كونجات البيين مش متليها بالمونديل يحطوها صورة اليوم يعني هاشي باك فارغة تبينك بلي اللاعبين رهم ماشي مركزين رهم خلينا من برودة فقط ماشي مركزين خلاص المشكلة الأعمق على حد قال مناصر كلام جميل المناصر هذا والله قال كلمة في الصواب المشكلة الأعمق لأنه هنا والله ما يقدر يجي عمراني يدخل في المركز في هذي ربما الكثير يشاطرني الرأي وبات فهموا حاجة ما نش قاعد ندافع على عمراني فيه أخطاء من عمراني لهذا الساعة ما لقاش الحلول ربما الحل أنه هوا دوك نحكي ولا هوا دهموا راهو ربما كان شوية حاقرو هول البارح قدم مباراة جميلة جدا انقلها ونعودها كما قال مناصر راهو مشكل أعمق وأعمق هذه اللقطة تفسر كل شيء ولكم التعليق هنا نوضح نقطة بلي عمراني غلط في ولد حمو لأثبت البارح وأدى مباراة رائعة مباراة تاكتيكية كان منضبط تاكتيكيا أنا عجبني ولد حمو ربما أفضل من بعض اللاعبين أنتم تعرفونهم بعض اللاعبين يميقضى الشتي ريكي بيري أو يلعب ماتش مقابلة كاملة بارح ولد حمو كان طال هابط وكان يدافع ويهاجم في نفس الوقت أدى ما عليه نتمنى أنه عمراني يزيد يعطيه فرص أخرى ويشوف مباراة حل من الحلول لأنه ربما كان عمراني في تصريحاته يا ردالي صفير لعدم منحيه فرصة قالهم ولد حمو دربته من قبل وعرفوا إمكاناته ربما في الوقت ذاك ما كانش حطه في حساباته والآن ولد حمو أثبته نتمنى أنه يزيد له الفرص ونتمنى أنه يعني يوضفه في المكان المناسب بمض إضافة في المقابلة لشيء إن شاء الله لكم التعليق في الموضوع هذا حبينا في الفيديو هذا نوضح بعض الأمور لأنه كان أخطاء من عمراني وكان أخطاء من لاعبين والمشكل رهو أعمق من ذلك وهذه الصورة تحلل وتعطيك كل شيء وتحلل مليح وشصري في شبيب القبائل هذه فكرة فقط لايك على الفيديو أبوني في القناة وتركونا التعليق شاركونا في القضية وفيديو جديد في فلجياسكو سلام خوتي